مجلس الأمن الدولي في قرار تبناه بالإجماع طالب بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الليبيا دون مزيد من التأخير ودع المجلس جميع الأطراف الليبية للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار مناشدنا الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاحترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل كما أكد النص الصادر عن مجلس الأمن الدولي على أهمية الاحترام الكامل لحضر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة كما أبرز الإعلان في نفس السياق أهمية وضع مخططة شاملة لإدماج المجموعات الليبية المسلحة وأوضح المجلس في هذا الإطار الحاجة الماسة للنزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها كما أكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة إصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية في جمع أنحاء ليبيا دعوة مجلس الأمن الدولي لانسحب القوات الأجنبية من البلاد تأتي في ذل معطيات تبرز عدم وجود تغيير في خارطة المجموعة المسلحة في ليبيا وحسب معطيات الأمم المتحدة فلا يزال في ليبيا أزيد من 20 ألف جندي مرتزق أجنبي في البلاد حتى نهاية العام 2020 دعوات مجلس الأمن الدولي تأتي في سياق تحركات سياسية مكثفة تشهدها ليبيا إثراني للحكومة الليبية ثقة البرلمان الليبي ويعد تشكيل الحكومة الليبية خطوة هامة على درب تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد